جلسة مجلس النواب لهذا اليوم يحمل جدول الأعمال في طياته القوانين الجدلية التي تأجل بسببها لأكثر من مرة هي أولى جلسات المجلس برئاسة سيد محمود المشهداني وجدول الأعمال يكون فيه هذه القوانين كان من المؤمل أن تعقد في ما مضى من الوقت لكن رؤية السيد محمود المشهداني في أن تؤجل أو يؤجل جدول الأعمال الذي يخص هذه القوانين إلى ما بعد الاتفاق السياسي كون هذه القوانين قد خاض المجلس ضمار تجاربها ودون أن يكون هناك حلا أو حل حلا لما كانت عليه الأزمة حول هذه القوانين وعدم الاتفاق حول هذه القوانين اليوم مجلس النواب أقر جدول الأعمال الذي يحمل في طياته القوانين الخلافية أولا التصويت على مقترع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين الثانية والعاشرة وتصويت على مشروع قانون إعالة العقارات إلى أصحابها المشمول ببعض قرارات مجلس قد ثورة المنحل والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام 27 سنة 2016 هذه القوانين لربما هناك اتفاق مبدئي على تمريرها بعد اجتماعات خاضها سيد محمود المشهداني مع قادة الكتل السياسية كما تحدث أعظام مجلس النواب فيما يشير نواب آخرون إلى أن الدفع بسلة واحدة قد يعقد مرحلة التصويت بدل أن يحلح لها لكن بالمجمل لربما هناك اتفاق مبدئي على تمرير هذه القوانين بعدما كثيفت الاجتماعات في الفترة الماضية نتحدث عن جدوى الأعمال قرر أن تعقد الجلسة في تمام الساعة الواحدة إلى الآن هدوء داخل أرقة مجلس النواب من المنتظر أن يكون هناك إقبال لأعظام مجلس النواب ثم الوصول إلى قاعة الجلسة يعني التوقعات أن تؤجل الجلسة لربما إلى ساعة أو ساعتين كما اعتاد مجلس النواب أن يؤجل إلى نصف ساعة ثم أن تكون ساعة أو ساعتين بسبب النصاب القانوني كله مرهون بالاتفاق السياسي وإيضا مرهون بحضور أعظام مجلس النواب وإقبالهم لجلسة هذا اليوم الدفع بأن يكون هناك اتفاق على جميع القوانين حتى لا تكون هناك تمرير لمادة دون مادة أخرى كما تحدث أعظام مجلس النواب ورفض من قبل العديد أيضا من أعظام مجلس النواب والدعوة كانت أن تكون هناك أسبقية للقوانين ذات الأهمية بالغة أن تحدث عن قانون العفو العام الذي ينتظره الكثير من المظلومين داخل السجون العراقية تحدثت به رئاسة المجلس وتحدث فيه العديد من أعظام مجلس النواب في أن تكون له الأولوية لكن الكل يترقب ما ستقول إليه حدث جلسة هذا اليوم إن كانت ستعقد وتمرر القوانين أو تؤجل إن عقدت الجلسة فالأغلب والأعم أن تمرر القوانين لكن إن كان هناك اتفاق على جزئية معينة لأربما تؤجل إلى وقت آخر كله كما تحدثت مرهون بالاتفاق السياسي طيب هل هناك يعني بوادر تشير إلى قدوم أغلب أعضاء مجلس النواب لتمرير هذه القوانين الجدلية منها الأحوال الشخصية منها العفو العام منها إعادة العقارات إلى أصحابها نعم إقبال النواب إلى المجلس يختلف عن دخولهم إلى قاعة الجلسة قد يكون هناك حضور نعم إلى مبنى البرلمان كدوام اعتيادي لكن الدخول إلى قاعة الجلسة كما تحدث مرهون بالاتفاق السياسي وإن كان هناك اتفاق فعلي سياسي بين أعضاء مجلس النواب نعم ستكون هناك جلسة وستعقد وستمرر القوانين الضغط باتجاه تمرير القوانين هو يعني كما تحدث سبقه اجتماعات كثيرة والاجتماعات الكثيرة يشير إليها نواب بأنها مهمة لليوصول إلى اتفاق سياسي والإشارات توضح أو تبين هناك اتفاق مبدئي لتمرير القوانين وبالمجمل أربما ستحدد الساعة أو الساعتين القادمة خريطة أو خارطة طريق المجلس فيما يخص هذه القوانين إن كانت ستمرر أم تؤجل إلى وقت لاحق نعم مرسلنا من داخل البرلمان محمد فراس شكرا جزيلا لك